الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا وآتنا من لدنك توفيقا وسدادا وصوابا إخواني وآخواتي الدارسين للعلم الشرعي لا شك أن من اصطفاء الله سبحانه وتعالى وخيرته لكم أن يسر لكم سلوك سبيل طلب العلم وابتغاءه وتطلب دراسة دين الله سبحانه وتعالى فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من يريد الله به خيرا يفقه في الدين فإن من إرادة الله سبحانه وتعالى بعبده الخير أن يفقهه في الدين وأن يعلمه في دينه سبحانه وتعالى والفقه في الدين المراد في هذا الحديث أي العلم بدين الله وشرعه وهذا مصطلح عام للفقه وهو بخلاف المصطلح الخاص للفقه الذي سوف ندرسه إن شاء الله تعالى في هذه المادة فإن هذا المصطلح الخاص للفقه وهو العلم بالأحكام الشرعية العملية هو جزء من الفقه في دين الله العام المصطلح العام الذي جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقه في الدين إخواني وآخواتي نذكركم قبل بدء هذه الدروس العلمية بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وهذا الطريق قد يكون طريقا حسيا يمشي فيه الإنسان وقد يكون طريقا غير حسي وإنما طريق معنوي وذلك بقراءة الكتب ومطالعتها وحفظ المتون الشرعية ومدارستها فلا شك أن هذه كلها طرق لطلب العلم وابتغائه وهي من سبيل طلبه وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم أن سالك طريق طلب العلم أنه يسهل الله له به طريقا إلى الجنة إخواني وآخواتي في بداية هذه الدروس الشرعية التي نود أن ندرس فيها مادة الفقه نريد أن نقدم بين يدي هذه الدروس بمادة بسيطة أو بمقدمة بسيطة عن مادة الفقه إن شرط قبول العمل هما إخلاص النية الله سبحانه وتعالى ومتابعة نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم وهذا الشرطان جاء في قول الله سبحانه وتعالى فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحْدًا فقول الله سبحانه وتعالى فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا فيه دلالة على الشرط الأول وهو متابعة العمل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يكون على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم بعيدا عن البدع والضلالات والمحرمات وغيرها بل يكون موافقا صوابا صالحا وأما قول الله سبحانه وتعالى وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحْدًا ففيه دلالة على الشرط الثاني وهو إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى وأن يبتغي المسلم بعمله وجه الله سبحانه وتعالى وأن لا يصرف شيئا من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى إن علم الفقه يعنى بالشرط الأول وهو أن يكون هذا العمل صوابا صحيحا صالحا وأما الشرط الثاني فيعنى به علم الاعتقاد والتوحيد علم السلوك والزهد هذا يعنى به الشرط الثاني يعنى بالشرط الثاني وهو شرط الإخلاص لله سبحانه وتعالى وإخلاص العبادة إخلاص النية لله سبحانه وتعالى وأما مادة الفقه وعلم الفقه بالمصطلح الخاص فيعنى بالشرط الأول وهو أن يكون العمل صالحا صوابا على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم مقبولا عند الله سبحانه وتعالى صحيحا صوابا مجزئا هذا هو ما يعنى به علم الفقه إذن تفقه الدارس ودراسته لعلم الفقه يفيده في قبول عمله عند الله سبحانه وتعالى لأنه يعمل هذا العمل على الوجه الصحيح الصواب المجزئ وهذا يدلنا على أن التفقه في الدين ليس بمجرده كافيا بل لابد من شرط آخر وهو شرط إخلاص النية لله سبحانه وتعالى وهو ما ذكرنا أنه يدرس في علم التوحيد وفي علم السلوك والزهد إذن إخواني وأخواتي بهذا يتبين لنا أهمية الفقه أهمية الفقه في دين الله ويتبين لنا كذلك علاقته بعلوم شرعية أخرى مما يجذر التنبيه له ومما يعتبر من مجال دراسة الفقه أن الفقه يعنى بمجال الأحكام الشرعية العملية والمراد بالأعمال التي يعنى بها الفقه هي أعمال البدن كالصلاة والزكاة والصوم والحج ولا شك أن الإيمان قول وعمل والعمل يراد به في تعريف الإيمان عمل القلب وعمل البدن فأما أعمال القلوب كالخوف والرجاء والمحبة والإخلاص فهذه يعنى بها علم التوحيد والاعتقاد علم الإيمان علم السلوك والزهد ولا يعنى بها علم الفقه أما علم الفقه فيعنى بأعمال الأبدان إذن من المهم لطالب الفقه أن يعرف مجال دراسة الفقه ما هي الموضوعات التي يعنى بها الفقه ما هي أهمية دراسة الفقه إذن موضوع علم الفقه هو علم أعمال الأبدان هذا يقودنا إلى تعريف الفقه ما هو تعريف الفقه الفقه هو لغة الفهم يقال فقهت هذا الأمر فهمته وهو في الاصطلاح عند أهل العلم هو العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية أو بأدلتها التفصيلية فقولنا العلم بالأحكام الشرعية معناها العلم بوجوب الشيء أو بندبه أو بإباحته أو كراهته أو حرمته أحكام الشرعية المتعلقة بالأعمال العملية ولو أننا قيدنا العملية بقولنا أعمال الأبدان لكان هذا كذلك قيدا صحيحا في هذا التعريف فإن علم الفقه يعنى بأحكام أعمال الأبدان بأدلتها التفصيلية لماذا؟ لأن الفقه هو معرفة الحكم بدليله ومعرفة الحكم بدليله وأما المعرفة المجردة بدون دليل فهذه لا تكون فقها بل هي تقليد مجرد وأما الفقه فهو معرفة الحكم بدليله أو من دليله والفرق بينهما أن قولنا معرفة الحكم من دليله هو خاصة المجتهد الذي يستنبط الحكم من الدليل وأما معرفة الحكم بدليله فهذا يشترك فيه المجتهد وغيره من طلبة العلم والمتبعين للمجتهدين الذين يتطلبون معرفة الأحكام ثم معرفة أدلتها وأوجه استنباط الأحكام منها إذن من المهم لطالب الفقه في بداية دراسته للفقه أن يعرف أهمية الفقه وأنه يقود الإنسان لتحقيق الشرط الأول من شروط قبول العمل وهو الإجزاء والصواب وكون العمل صالحاً من المهم لدارس الفقه أن يعرف مجال الفقه وأنه هو في الأحكام العملية البدنية قد يقول قائل ألا تغنينا دراسة سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو دراسة الحديث ألا تغنينا عن دراسة الفقه أليس الإنسان إذا درس في سنة النبي صلى الله عليه وسلم صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أو صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقد وصف مثلاً وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أبن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ووصف صلاته جماعة منهم مالك من الحويلة رضي الله تعالى عنه فإذا درس الإنسان أو أثناء صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم كما وصفها جابر رضي الله تعالى عنه إذا درس الإنسان صفات هذه الأعمال على سنة النبي صلى الله عليه وسلم هل تغني هذه عن دراسة الفقه؟ في وقع الأمر أنها لا تغني عن دراسة الفقه فإن دراسة الفقه فيها شيء أعمق وأبعد من دراسة صفات أفعال العبادات على ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما هو الفرق بينهما أليس الفقه هو العلم بأحكام أفعال المكلفين أليس أفضل الفقه وأفضل الممارسة والعمل هو أن يكون العمل على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم نقول نعم ولكن الفقه يعنى بدراسة هذه العبادات من عدة نواحن فمن الناحية الأولى يعنى بدراسة صفات الكمال وهي الصفات العليا التي ندب الشارع إليها صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كما توضأه صلى الله عليه وسلم صفة الحج كما حجه صلى الله عليه وسلم فالفقه يعنى بدراسة أحوال الكمال أي الفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وندب إلى فعله الشارع الصوم يبين لنا الفقه الصفة الكاملة للصوم التامة التي تحقق الواجبات والمندوبات وتبتعد عن المحرمات والمكروهات كذلك إذن هذه الصفة الكاملة وهذه الصفة تعتمد في دراستها على سنة النبي صلى الله عليه وسلم بوجه كبير جدا ولكن الفقه يضيف إلى هذا كذلك دراسة صفات الإجزاء فقد وصف لنا عثمان رضي الله تعالى عنه صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ولكن قد يتساءل إنسان ربما مع قلة الماء الذي يمكنه أن يتوبأ به ومع حاجته لماء آخر للشر قد يحتاج الإنسان إلى أن يتوبأ وضوءا مجزئا ليس على صفة الكمال الذي وصفه عثمان رضي الله تعالى عنه قد الإنسان يحتاج في الحج مثلا إلى فعل أمر ليس على صفة الكمال فما هو القدر المجزئ في هذه العبادة ما هو القدر الواجب هذا مما يعنى به علم الفقه إذن علم الفقه هو أوسع من دراسة صفات الأعمال على ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم لذلك يحتاج طالب العلم إلى أن يدرس الفقه هناك أمر آخر كذلك يحويجنا إلى تعلم الفقه ودراسته وهو أن الفقه بالإضافة إلى كونه يدرس صفات الكمال وصفات الإجزاء يبين لنا ما هي الأمور المحرمة والمبطلة والمكروهة في هذه الأفعال فإذا عرض عارض مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فلو أن إنسانا مثلا توبأ وفصل بين غسله ليده ومسحه لرأسه بفاصل ربما بمكالمة جوال مثلا هل هذا الفاصل يحويجه إلى أن يعيد الوضوء أم لا يحتاج إلى أن يعيد الوضوء إن الفقه يعلمنا كيف التعامل مع هذه العوارض التي تعرض للإنسان في عبادته كذلك من أهمية دراسة الفقه دراسة النوازل التي يحتاجها المسلم يحتاج المسلم إلى التعبد لله سبحانه وتعالى فيها ما حكم الوضوء مثلا بالمياه مثلا التي طهرت من الصرف الصحي لا شك أن هذه نازلة لم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة صفة الصلاة مثلا في الطائرة ما صفة الوضوء مثلا إذا احتاجت المرأة مثلا أو وضعت المرأة على وجهها أو على يديها شيئا من المكياج أو الزينة أو غير ذلك هذه عوارض تعرض للأفعال نوازل نزلت أنواع من الزينة مثلا أنواع من السفر الطائرات أنواع من طرق تطهير المياه أنواع مثلا نوازل متعلقة بالحج كل هذه النوازل ليست منصوصة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك يحتاج طالب العلم أن يتفقها في الدين لمعرفة أحكام هذه النوازل وكيف التعامل من خلالها إذن قد لا تغنينا دراسة صفات الأفعال على وجه سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا تغنينا عن التفقه في دين الله لا يحتاج الإنسان إلى التفقه لمعرفة صفات الكمال والإجزاء لمعرفة العوارض التي تعرض والتعامل مع النوازل وكل هذا بابه الفقه وفاصل ونعود إليكم إن شاء الله تعالى الحمد لله قال ابن القيم رحمه الله أنفع الناس لك رجل مكنك من نفسه حتى تزرع فيه خيرا أو تصنع إليه معروفا فإنه نعم العون لك على منفعتك وكمالك فانتفاعك به في الحقيقة مثل انتفاعه بك أو أكثر أول قناة تعليمية شرعية في مجال التعليم الشرعي عن بعد تبث على القمر الأوروبي هوتبيرد بطريقة مؤصلة ميسرة تفاعلية قناة زاد العلمية وتقدم لمشاهديها أكاديمية زاد للعلوم الشرعية وتهدف إلى تقريب العلم الشرعي للراغبين فيه عن طريق شبكة الإنترنت وعن طريق قناة تلفزيونية فضائية قناة زاد العلمية تأتيكم عبر الترددات التالية الوطن العربي عبر نائل سات القارة الأوروبية عبر قمر الهوتبيرد قناة زاد العلمية نعود إليكم بعد هذا الفاصل ونرجع إلى حديثنا حول مجالات الفقه ودراسته وأهميته وحاجة طالب العلم والمسلم إلى التفقه في دينه فنقول إن النوازل لا يستطيع أن يتعامل معها طالب العلم إلا من خلال آلة الفقه ودرسه فيكيف هذه النوازل وينظر إليها يقيسها على ما كان في سنة النبي صلى الله عليه وسلم على ما جاء في النصوص الشرعية حتى يستنبط لها الأحكام الشرعية المناسبة لها لذلك لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه إلى اليمن قال له يا معاذ بما تقضي؟ قال بكتاب الله قال فإن لم تجد قال فبسنة رسول الله قال فإن لم تجد قال أجتهد رأيي ولا آلو أجتهد رأيي ولا آلو انظر أخي الدارس وأختي الدارسة انظر كيف نشأ الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحادثة في هذه الواقع لما كان معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن لا شك أن بعده عن النبي صلى الله عليه وسلم وعدم إمكان الرجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم عند نزول نازلة ليست منصوصة في كتاب الله أو في سنة رسول الله جعل معاذ من جبل رضي الله عنه يتجه إلى الاجتهاد والاجتهاد هو قياس على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك من أبوابي الاجتهاد في النوازل ثم تتابعت النوازل في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وفي زمن عمر الفاروق ولا زالت تزداد يوما بعد يوم إلى زماننا هذا الذي تكاثرت فيه النوازل تكاثرا عجيبا تغيرت وسائل الاتصالات وسائل النقل وغيرها من الوسائل والكهرباء والطرق والبناء كل هذا لا شكا له أثره على دراسة الفقه يحتاج طالب العلم أن يتفقها في دينه لمعرفة أحكام الله سبحانه وتعالى المتعلقة بهذه النوازل مما يحسن التنبيه إليه وهو أن طالب درس الفقه لا ينبغي له أن يستغني عن العلوم الأخرى فإنه يحتاج بالإضافة إلى درسه للفقه إلى درس العقيدة والإيمان والتوحيد والزهد والسلوك والتفسير والحديث لأن الدين جملة واحدة فإذا كان الفقه يعلمك أحكام أفعال الأبدان فلابد أن تكمل هذا بأعمال القلوب ولابد أن تكملها بالإخلاص لله سبحانه وتعالى ولابد أن تكمل هذا كله بدرس الفضائل والترغيب والترهيب ليكون حافزا لك إلى عبادة الله سبحانه وتعالى لذلك من الأخطاء التي يقع فيها بعض طلبة العلم أنهم يستغنون بدراسة الفقه عن غيره من العلوم وهذا في الحقيقة لا يغنيهم فإن المسلم يحتاج إلى دراسة الفضائل والإيمان وأعمال القلوب كما أن من الأخطاء التي يقع فيها بعض طلبة العلم أنه يدرس علوما أخرى يستغني بها عن درس الفقه وفي واقع الأمر أن طالب العلم يحتاج مع درس الفقه إلى هذه الأمور ويحتاج مع درس العقيدة والزهد والإيمان والتفسير إلى درس الفقه ليعرف كيف يعبد الله سبحانه وتعالى إن مادة الفقه مادة عظيمة جليلة القدر وهي من أجل وأنفع العلوم لأنه به يعرف السالك إلى الله سبحانه وتعالى طريق الوصول إليه وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أمر المسلم بأن يدعو الله سبحانه وتعالى في كل ركعة من صلاته اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم إن هداية الصراط المستقيم تحتاج أولا إلى معرفة هذا الصراط كيف تكون معرفة هذا الصراط؟ إلا بمعرفة العبادات الموصلة إلى الله سبحانه وتعالى وتمييزها عن العبادات التي لم يشرعها الله سبحانه وتعالى تمييزها عن المحرمات التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها إذن دراسة الفقه يمكننا أن نلخصها فنقول هي معرفة الصراط المستقيم الصراط الموصل إلى الله سبحانه وتعالى ومعرفة وارض هذا الصراط التي تسلك أو معرفة السبل الأخرى التي تسلك بالمسلم إلى طريق آخر غير الصراط المستقيم إن دراسة أعمال وأفعال المكلفين يمكن أن نقسمها إجمالا إلى أقسام كبيرة فنقول إن أفعال المكلفين إما أن تكون من أوجه العبادات وهذا ما عقد له الفقهاء قسما في كتب الفقه سموه قسما العبادات اجتمل هذا القسم على بيان الوضوء والغسل والصلاة والزكاة والصوم والحج باعتبار أنها هذه أصول العبادات أصول العبادات على ما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس لذلك تكلم أهل العلم عن هذه الأركان الخمس في أول كتاب الفقه لأنها أجل أركان الدين وأعظمها أجل أركان الدين وأعظمها ثم بعد ذلك انتقل الفقهاء إلى قسم آخر ونحن نريد أن نعرض هنا إلى أقسام الفقه إجمالا ثم انتقل الفقهاء إلى قسم آخر وهو قسم يعنى بالمعاملات وهذه المعاملات إما أن تكون معاملات أسرية تكلموا عنها في كتاب النكاحي وما يتبعه من أبواب مثل بيان أحكام الخطبة مثل بيان أحكام العقد عقد القران مثل أحكام النفقة مثل أحكام العشرة بالمعروف مثل أحكام الطلاق والخلع وغيرها من الأحكام التي تتبع النكاح ومن هذه المعاملات ما يحتاجه المسلم لمعيشته مثل البيع والشراء القرض الرهن وغيرها من المعاملات التي يحتاجها الناس لتسيير أمورهم المالية والمادية وهذه عقد لها الفقهاء كتب المعاملات المالية فعقدوا مثلا أبواب البيع والربا والصرف والرهن والقرض والسلم والإجارة وغيرها من الأبواب التي يحتاجها المسلم لتسيير أموره المعاشية وغير ذلك هناك كتب أخرى عقدها الفقهاء لبيان أحكام التبرعات فمثلا من ذلك كتاب الهبة والوصية والوقف وهي أنواع من أنواع المعاملات التي يتقرب بها المسلم لله سبحانه وتعالى من الكتب الفقهية أو الأقسام الفقه التي تكلم عنها الفقهاء وكذلك وعقدوا لها أبوابا كتاب الميراث وهو التصرف الوصية والميراث وهو التصرف في أموال الإنسان بعد وفاته وقد قسم الله سبحانه وتعالى هذه الحقوق على الورثة بقسمة دقيقة ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم كما جاء في سورة النساء وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أشياء أخرى كذلك بالإضافة إلى ما جاء في القرآن الكريم واجتهد أهل العلم في بيان أنواع المواريث وأحكامها من الأقسام التي يتكلم عنها الفقه كذلك هي المحرمات التي حرمها الله سبحانه وتعالى والزواجر التي شرعها الله سبحانه وتعالى لمن وقع في هذه المحرمات وهي الحدود هذه الزواجر الحدود زواجر وجوابر هذه الحدود تكلم عنها الفقهاء هذه المحرمات تكلم عنها الفقهاء وكذلك مثل ما حرم الله سبحانه وتعالى من الزنا ما حرمه الله سبحانه وتعالى من السرقة ما حرمه الله سبحانه وتعالى من شرب الخمر تكلم عنها الفقهاء عن أحكامها وعن أحكام إقامة الحدود فيها وما يقتضيه إقامة حدودها كذلك من القضاء والشهادات وغيرها إذن هذه إجمالا أقسام الفقه وهناك أبواب أخرى تكلم عن الفقهاء مثلا ما يتعلق بالأخلاق أو غيرها هذه أقسام الفقه إجمالا أقسام الفقه إجمالا يمكن أن نجعلها عبادات ومعاملات أسرية ومعاملات مالية وحدود وجنايات هذه أقسام عامة للفقه يتخللوا أقسام أصغر منها أو أبواب أصغر منها مثل أبواب متعلقة باللباس والزينة مثل أبواب متعلقة بالمطاعم والمشارب والتداوي تتخلل هذه الأبواب ولكن هذه أقسام عامة يدخلوا تحتها أبواب كثيرة في بداية درسنا الفقه سوف نعنى إن شاء الله تعالى بدرس القسم الأول وهو قسم العبادات قسم العبادات كذلك ينقسم إلى أبواب قسم العبادات ينقسم إلى كتب وأبواب كما ذكرنا إن أهم ما في العبادات أو أهم دعائمها وأركانها التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأن الإسلام قد بني عليها هي الأركان الخمسة يسميها العلماء المباني الخمسة الصلاة والزكاة والصوم والحج يسبقها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهذه الشهادة يتكلم عنها أهل التوحيد والاعتقاد أكثر من كلام أهل الفقه أنا ولكن أهل الفقه يعنون بالمباني الأربع الأخرى وهي المباني العملية التي بيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم دعائم الإسلام وأركانه التي بني عليها حين يبدأون بحديثهم عن كتاب الصلاة لا شك أن الصلاة يتقدمها شروط لذلك اعتنى أهل العلم ببيان شروطها التي تتقدم عليها ومن هذا الباب اعتنوا بكتاب الطهارة وابتدأوا به في كتبهم الفقهية لأن الطهارة مقدمة للصلاة فالله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث لا يقبل صلاة بغير طهور لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضى وكما جاء في آية المائدة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وعيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين فلأجل أن الوضوء والغسلة وهذه الطهارة هي مقدمة للصلاة ابتدأ أهل العلم وأهل الفقه حديثهم في كتب الفقه بالحديث عن الطهارة لأجل أنها مقدمة للصلاة وثمت مناسبة أخرى لطيفة وهي أن الطهارة تعد تخلية والتخلية يقول أهل العلم أنها تكون قبل التحلية فلأجل هذا تحدث أهل العلم في بداية كتب الفقهية عن الطهارة والطهارة كما ذكرنا هي مقدمة الصلاة ثم تحدثوا عن الصلاة وأركانها وشروطها وهيئتها واجباتها ومحرماتها ومحرماتها مسنوناتها ومكروهاتها ثم بعد ذلك انتقلوا إلى كتاب الزكاة ثم الصيام ثم الحج إذن سوف نشرع إن شاء الله تعالى بالحديث عن الطهارة لماذا؟ لأنها مقدمة الصلاة وهي طريقة الفقهاء في درسهم الفقهي فاصل ونعود إليكم إن شاء الله تعالى هل أنت حريص على تصحيح عباداتك؟ هل ترجو أن يتقبلها الله؟ اطلب العلم إذ لا تصح العبادة إلا به قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات وشرط قبول طلب العلم الإخلاص فيه بأن لا تريد به إلا وجه الله قال تعالى قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وبالإخلاص ترزق صحة الفهم وقوة الاستنباط قال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقه في الدين وبالإخلاص يذعن المتعلم للحق ويقبل النقد قال الذهبي علامة المخلص أنه إذا عتب لا يبرئ نفسه بل يعترف ويقول رحم الله من أهدى إلي عيوبي ويجب أن يتوفر الإخلاص في التعلم والتعليم والتأليف قال أبو داود الطيالسي ينبغي للعالم إذا حرر كتابه أن يكون قصده بذلك نصرة الدين لا مدحه بين الأقران لحسن التأليف فأخلص النية واحذر من فسادها كطلب العلم لأجل المال والثروة أو الجاه والشهرة أو المراء والجدل فإن ذلك يفسد العمل قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً فَجَعَلْمَنْ سُورًا نعود إليكم بعد الفاصل ونتابع حديثنا عن قسم العبادات إن قسم العبادات يبتدئ به الفقهاء في حديثهم لأنه كما ذكرنا هو دعائم الإسلام واركانه الأساسية التي بني عليها من الجيد أن ننبه إلى أن هذه العبادات لها خصائص تتميز بها عن غيرها من الأقسام ما هي الخصائص الأساسية التي تميز بين العبادات والمعاملات مثلا بين العبادات الصلاة الزكاة الصوم الحج وبين البيع والشراء والإجارة والرهن وغيرها يمكن أن نستنبط بعض الخصائص العبادات أيها الإخوة والأخوات مبناها على التوقيف فلا يصح للمسلم أبدا أن يتعبد لله إلا بما شرعه الله فليس يجوز للمسلم ولا يحق له أن يتعبد لله وأن يتقرب إلى الله مثلا بعبادة يخترعها من عندي فمثلا لو قال إنسان أنا أريد أن أتعبد لله مثلا بالصمت أريد أن أتعبد لله مثلا بجلسة معينة أريد أن أتعبد لله بصلاة سادسة أريد أن أزيد بدل أن تكون في هذا الصلاة تركعة بدلا أن تكون فقط سجودين نريد أن أجعلها ثلاثة نقول لا يجوز المسلم أبدا أن يخترع في هذه العبادات شيئا فإن الاختراع في هذه العبادات والتعبد بما لم يشرعه الله يعد من البدع لذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث عائشة رضي الله تعالى عنها من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أي مردود عليه وفي الرواية الأخرى من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا لذلك من خصائص العبادات التوقيف وأن لا يعبد المسلم ربه إلا بما شرعه الله سبحانه وتعالى له والله سبحانه وتعالى شرع هذه العبادات على رتبتين الرتبة الواجبة وهذه يجب على كل مسلم أن يقوم بها والرتبة الأخرى هي الرتبة المستحبة والمندوبة لذلك المسلم يحتاج إلى أن يقوم يجب عليه أن يقوم بالأمر الواجب ثم يجتهد فيما شرعه الله سبحانه وتعالى من النوافل ولا يجوز له أن يخترع عبادة جديدة من عنده ولا يجوز له أن يخترع عبادة جديدة من عنده لذلك مثلا إذا قال إنسان أنا أريد أن أتعبد لله سبحانه وتعالى بأن أقف في الشمس كما أن الصوم شرعه الله وفيه مثلا كما أن الصوم شرعه الله وفيه إمساك عن المأكولات والمشروبات والجماع الذي أباحه الله وهذه كلها شهوات محببة إلى النفس فأنا أريد أن أمنع نفسي قياسا أريد أن أمنع نفسي من الاستغلال والمكيف فأقف في الشمس والحر تعبدا لله سبحانه وتعالى مثل ما يتعبد الصائم بالإمساك عن الطعام والشرق نقول له لا هذا لا يصح أبدا وتعبدك بالوقوف في الشمس ما هو إلا يتعاب تتعب به نفسك لا يقبله الله سبحانه وتعالى منك لأن وقوفك في الشمس لم يشرعه الله سبحانه وتعالى فإن كان عندك اجتهاد في العبادة فاجتهد في الصوم الذي شرعه الله سبحانه وتعالى لك إذن إذا قمت بالواجب اجتهد في الصوم المندوب إذا قمت بالزكاة الواجبة فاجتهد في الصدقة المندوبة إذا قمت بالحج الفريضة فاجتهد في الحج والعمرة المندوبة إذن إذا قمت بالصلوات التي فرضها الله سبحانه وتعالى عليه فاجتهد في نوافل الطاعات ولكن لا يجوز لك أن تخترع من العبادات ما لم يشرعه الله سبحانه وتعالى طيب لماذا قلنا أن هذا من خصائص العبادات لأن المعاملات يجوز للناس أن يبتكروا فيها يجوز للناس أن يبيعوا ويشتروا ويخترعوا من أنواع الإجارات والبيوعات والسلم والرهونات ما لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فمثلا لو قال إنسان إن الشركات المساهمة مثلا محرمة لأنها لم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا لا إن الشركات هي من أنواع المعاملات والمعاملات يقوم الناس فيها بما يحتاجون إليه ما يحقق أغراضهم ما يقوم بحياتهم وشؤونهم وليست هذه المعاملات توقيفية لو جاء إنسان وقال يا إخواني لا يحق لكم إلا أن تطبقوا الشركة التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهي شركة المضاربة مثلا أو شركة العنان فقط ولا يحق لكم أن تبيعوا إلا بالبيع الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم على هيئة التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحق لكم أن تبيعوا من خلال الإنترنت مثلا نقول لا إن طبيعة المعاملات طبيعة المعاملات هي غير طبيعة العبادات العبادات لا يحق للمسلم أن يعبد الله إلا بما شرعه الله وأما المعاملات فإن للناس أن يبتكروا فيها ما يحتاجون إليه مثلا البيع والشراء من خلال إنترنت الشركات الحديثة التي يحتاجها الناس مثلا أنواع الإجارات الوظائف المعاصرة اليوم هي نوع ذو طبيعة خاصة من أنواع الإجارات مثلا بيع التذاكر مثلا لا شك أنه من لا شك أنه من بيع تذاكر الطيران بيع مثلا دقائق الاتصال لا شك أن هذه بيعات مستحدثة استحدثها الناس تقوم بأغراضهم اليوم لذلك نلحظ إخواني وأخواتي أن التعاليم الشرعية جاءت في أبواب المعاملات على صفات النهي نهى الله ورسوله عن الربا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر مثلا نهى الله سبحانه وتعالى عن أكل المال بالباطل لماذا جاءت المعاملات التشريعات في أبواب المعاملات بطريق النهي استنبض منها أهل العلم فائدة وهي أن الابتكار في هذه المعاملات لا محدود يمكن للناس أن يبتكروا من المعاملات ما يحتاجون إليه طالما أنهم راعوا هذه المنهيات بخلاف أبواب العبادات جاءت بالتشريعات والأوامر جاءت بصفة الصلاة صفة الحج الأمر بالزكاة الأمر بالوضوء الأمر بالأذان هذه أنواع العبادات التي لا يحق للمسلم أن يتعبد لله بخلافة إذن لاحظوا الآن كيف هذا الفرق بين طبيعة العبادات وطبيعة المعاملات يجب أن نستحضر هذا الفرق في دراستنا للفقه لأننا إن شاء الله سوف نمر على أبواب من أبواب العبادات هذه أصول مهمة وسوف نمر إن شاء الله بذل الله تعالى في دراسة لاحقة على أنواع من المعاملات ينبغي لطالب الفقه وطالب العلم للمسلم أن يدرك الفروق لو قال لك قائل ما حكم مثلا أن تبني بيتا بالإسمنت وما هو الدليل على جواز البناء بالإسمنت مثلا ما هو الدليل على جواز ركوب السيارة إن الرد الطبيعي أن تقول له إن هذه من المعاملات الناس التي أباحها الله وليست من العبادات الشرعية التي لا يتعبد الناس فيها إلا بما شرعه الله لا وإنما هذه من المعاملات التي أباحها الله ما هو دليلك أنت على تحريمها إذن طالما أن هذه الأشياء من المعاملات التي يتعاملوا بها الناس ولم يحرمها الله سبحانه وتعالى ولا رسوله وليست في قياس ما حرمه الله ورسوله مع ذلك أنها على أصل الحل والإباحة إذن بعد أن تطرقنا إلى هذا الفرق نريد أن ندلف إن شاء الله تعالى إلى أول أبواب كتب الفقه ألا وهو كتاب الطهارة مقدمة الصلاة كتاب الطهارة يعبر الفقهاء دائما بقولهم كتاب وباب هذا التعبير يراد به التصنيف فلذلك يقولون هناك قسم وهناك كتاب وهناك باب وضمن هذا الباب هناك فصل اليوم تلاحظون مثلا في الرسائل العلمية هناك مثلا قسم ثم باب ثم فصل ثم مبحث ثم مطلب غرضها التقسيم والتصنيف فهناك كلما كثرت مسائل الباب وتنوعت وتعدد الأباب عقدوا لها كتابا فإذا كان هذا الباب لا قليل المسائل عقدوا له بابا فإذا كان هذا الموضوع مسائله أقل وتندرج فيما هو أشمل وعمل عقدوا لها فصلا وهكذا إذن قولنا كتاب كتاب لأنه يتضمن أبوابا تحته وهو من الاتساع والشمول ما استدعى في نظر الفقهاء أن يعقد له كتاب فلذلك تكلم الفقهاء عن كتاب الطهارة ما هي الطهارة؟ الطهارة لغة هي النظافة والنزاهة والطهارة في لفظ الشارع يراد بها معاني المعنى الأول الطهارة من الشرك والطهارة من رجس المعاصي لذلك قال الله سبحانه وتعالى إنما المشركون نجس فالشرك لا شك أنه من أعظم الخبائث والأنجاس التي تنجس قلب المسلم ولا شك أن المعاصي تعتبر من الأدران لذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اغسلني من ذنوبي وخطاياي بالماء والثلج والبرد لأن هذه المعاصي أدران أيها الإخوة والأخوات في لفظ الشارع جاء لفظ الطهارة بمعنى التطهر من هذه الذنوب والمعاصي لذلك قال الله سبحانه وتعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا فلا شك أن هذه الطهارة طهارة القلب طهارة معنوية طهارة من رجس الذنوب والمعاصي والأدراني والشرك والكفري والعياذ بالله كذلك جاءت الطهارة في لفظ الشارع بمعنى آخر وهو غير الطهارة من الذنوب والمعاصي وأدراني الشرك والكفر وإنما هي الطهارة الاستلاحية التي يتحدث عنها الفقهاء في كتبهم وهي طهارة الوضوء وطهارة الغسل قال الله سبحانه وتعالى وَإِن كُنْتُمْ جُنُوبًا فَاتْطَهَّرُوا معنى فَاتْطَهَّرُوا الغُسْل أي عمّموا أبدانكم بالغسل وهذه هي الطهارة بالمصطلح الخاص إذن الطهارة لها معنيان الطهارة بالمعنى العام بمعنى طهر نفسك بالتوبة من الذنوب والمعاصي المعنى الآخر الوارد في آية المائدة فَاتْطَهَّرُوا أي اغتسلوا تهيئة لهذه الصلاة مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول الله صلاة بغير طهور الطهور المراد به الوضوء أي يجب على المسلم أن يتوضأ أن يتوضأ ولا يقبل الله سبحانه وتعالى صلاته حتى يرفع حدثه الأصغر والأكبر بالوضوء وبالغسل من الجنابة إن كان عليه جنابة مثلا إذن هذا اصطلاح خاص بمعنى الطهارة هناك من الآيات مثلا قول الله سبحانه وتعالى وَثِيَابَكَ فَطَهِرُ هناك من أهل العلم من حملها على الطهارة من رجل الشرك وهناك من أهل العلم وأهل الفقه من استدل بها على طهارة الثوب من الأقذار والنجاسات أي النجاسات الحسية وهذا معنى آخر للطهارة وهو التطهر من النجاسة الحسية ما الفرق بين النجاسة الطهارة بالمعنى الثاني وهي رفع الحدث والطهارة بالمعنى الثالث وهي إزالة النجاسة إزالة النجاسة الحسية من البدن والثوب هناك فرق فالطهارة بالمعنى الثاني وهي رفع الحدث هي إزالة للحدث والحدث أمر معنوي أما الطهارة بالمعنى الثالث فهي إزالة للنجاسة الحسية من بدن الإنسان أو ثوبه أو مكانه ما الفرق بين النجاسة أو ما يسميه بعض أهل الفقه يسمونه الخبث والحدث ما الفرق بين النجاسة والخبث من ناحية والحدث من ناحية أخرى نقول الحدث أمر معنوي والنجاسة والخبث هي أمر حسي الحدث معنا قولنا أمر معنوي لما تنظر إلى إنسان هل تستطيع أن تميز هو محدث أو ليس بمحدث؟ لا يمكنك أن تميز هل هو محدث أو غير محدث وإنما تنظر إليه ولكن هل تستطيع أن تميز فتقول إنه في بدنه أو على ثوبه نجاسة أم لا؟ نعم مثلاً إذا كان على ثوبه مثلاً مثلاً على ثوب الطفل أو على ثوب الأم مثلاً التي ترضع صبيه مثلاً شيء من بول هذا الصبي مثلاً أو غائطه هذا ليس كأنه نجاسة تحتاج إلى تطهير ولكن الحدث هو أمر معنوي وهو وصف يقوم بالبدن لا يميز حسياً وإنما الحدث مثلاً سببه مثلاً النوم مثلاً سببه أكل لحم الإبل مثلاً هذه أحداث يرفعها المسلم بالوضوء والغسل وأما النجاسة فيرفعها المسلم بإزالتها من على ثوبه أو إزالتها من بدنه أو مكانه وسوف نفصل إن شاء الله تعالى في لقاء قادم بإذن الله تعالى أنواع هذه الطهارة بإذن الله تعالى والتفريق بين طهارة الحدث وطهارة الخبث وطهارة من الشرك والأذران نقف عند هذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه